من جانبه قال وزير خارجية جمهورية اليونان إن مباحثاته مع سعادة وزير الخارجية تناولت فرص تعزيز العلاقات بين البلدين من خلال تبادل الزيارات وتوقيع الاتفاقيات الثنائية لقد كان من دواعي سروري أن أكون في البحرين للمشاركة في حوار المنامة تشرفت بالتوقيع مع نظيري عبداللطيف بن راشد الزياني على اتفاقيتين بين مملكة البحرين واليونان لتعاون الأكاديميات الدبلوماسية ولجوازات السفر الدبلوماسية لتسهيل الاتصالات بين بلدين لقد عقدنا اجتماعا ثنائيا أجرينا خلاله تحليلا مطولا للعلاقات بين بلدين أقوم حاليا بالتحضير لزيارة رئيس الوزراء إلى البحرين وكذلك لتوقيع ثمان اتفاقيات أخرى بين المملكة واليونان علاوة على ذلك لدينا نظرة شمولية للعالم المشكلات التي احدثها الغزو الروسي لأوكرانيا المشكلات في أوروبا في الأمن في سلسلة التوريد وإيضا المشكلات في إفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى وفي الخليج العربي بشكل عام قمنا بتحليل كامل لقد أتيحت للفرصة لإطلاع الوزير على القضايا المتعلقة بشرق المتوسط وبحر إيجة علاقاتنا مع مملكة البحرين ودول الخليج قصة نجاح نعتز بها لقد أنشأنا روابط وثيقة تسمح لنا بالاستثمار المتبادل والتواصل بين شعوبنا ترجمة نانسي قنقر